إلى ذلك أكد سعادة سيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات أن الانتخابات القادمة للفصل التشريعي السادس تشكل محطة ديمقراطية واعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد معاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب حيث أضاف سعادة الوزير أن هذا الأمر الملكي السامي يأتي لأجدد التأكيد على أن المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ماضية قدما في ترسيخ الحياة الديمقراطية وذكر سعادة وزير العدل أن حكمة جلالة الملك المعظم وإيمانه الراسخ بالمشاركة الشعبية وفرت الأرضية الصلبة لاستمرارية تقدم ونجاح المسار الديمقراطي بخطا ثابتا قائلا إن البناء على ما تحقق في ظل دولة المؤسسات والقانون هو نهج مملكة البحرين الراسخ وفي هذا المسار شكل انتخاب مجلس النواب محطة وطنية يتطلع فيها المواطنون للمشاركة الفعالة كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى أن تحديد موعد الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية يأتي تأكيدا على أهمية دور المجالس البلدية في المسيرة الديمقراطية للمملكة لافتا سعادته إلى أن تنظيم العملية الانتخابية في مملكة البحرين تحت الإشراف القضائي الكامل يعد أقوى ضمان لنزاهة تلك الانتخابات في ظل إجراءات شفافة ومحايدة